الفيديو ده لكل اهلاوي محترم جايب لك خبر صديقي الاهلاوي بمليون دولار الخبر بيقول اهم صفقات النادي الاهلي ومن اهمهم اللاعب المميز جدا وذكرت لك من 15 يوم ان فيه لعيب افريكي بلعب في اوروبا جاي النادي الاهلي وده خلاص بديل سوزة لان صفقة سوزة خلاص اتعطلت بالنسبة للنادي الاهلي والنادي طبعا هيندي موتورز يعني بلغ النادي الاهلي من الاخر خل النادي الاهلي استبن قال انا مش اقدر اضيك اللعب اللا ما شوف بديل بعد ما اتفق على 500 الف دولار بالنسبة للنادي واتفق كمان النادي الاهلي مع اللعب على 900 الف دولار اول مسم 1.100.000 دولار تاني مسم 1.300.000 دولار تالت مسم اللعب جسافو دوسوزة عنده 30 سنة اللعب اللي جاي بقى لعيب غاني عفوا لعب كبير جدا لعيب متماس جدا لغاية دلوقتي بلعب فاوروبا لعب طبعا طبعا في نادي ليفانتي لعب في نادي ريو افي النادي البرتغالي المميز جدا لعب كمان في ايطاليا في اندية مميزة جدا زي نادي بروشكا ولعب في نادي مورونينسي طبعا احنا عارفين ان هو لعيب كبير ولعيب متميز جدا عنده سبعة وعشرين سنة لعيب هدافه مش طويل طوله 178 صنطي لعيب كبير لعيب متميز جدا مين هو ده اللاعب المميز جدا امانويل بواتنج لعيب جمد جدا افضل بكتير من صفقة سوزة اللي انا اصلا كنتش مختنع بيه طلعت اقولك ان سوزة كبير في السن سوزة مبلعبش غير بدماغه كويس جدا اهدافه مبلعبش في تاريخه غير 82 هدف منهم 42 بدماغه فمعنا كده ان هو لعيب على الارض مش بالكوالات المميز بالنسبة للنادي الاهلي لعب 330 مباراة في تاريخه ما جابش غير 82 او 83 هدف ده السجل اللي تهديفه قليل جدا غير اللاعب المميز جدا لعيب في الدوري الاسباني في نادي ليفانتي وكان مقصر الدنيا وجاب جوال في مدريد وفي برشلونة فلعيب كبير ولعيب مميز جدا 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 وهو اللاعب طبعا امانويل طبعا بواتنج انا شايفه لعيب هايل لعيب غانيت ولد طبعا في العاصمة واكرى انا شايفه لعيب من اللعيبة المتميزة جدا لو جي النادي الاهلي هتبقى صفقة كبيرة وصفقة مميزة جدا 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 اتمنى له التوفيق بصراحة انا شايفه من اللعيبة المتميزة ومن اللعيبة اللي لو كملت في النادي الاهلي او الصفقة جات النادي الاهلي بنسبة 90% او 95% يبقى من الهدفين الدوري لان اللعيب كويس ولا يعيب سريع وحريف كوره! يعني هو من اللعيبة اللي انا تفرجت عليها في اكتر من مباراة بصراحة يعني لعيب كورتي مختلف لعيب سريع لعيب هداف لعيب شويت! لعيب من اللعيبة المتميزة المتمرسة جدا جدا جدا! جدا! لو جيت النادي الاهلي بصراحة يبقى لعيب كبير جدا! تب سعره كان في ترانسفير ماركت سعره سبعمائة الف يورو فده رقم عادي جدا النادي الاهلي يدفعه يعني انا شايفه مميز جدا سوري كابا يا جماعة كان يجي بتلاتة مليون دولار وي جاكسون موليكا بتلاتة ونص مليون دولار ارقام خيالية اما سبعمائة الف دولار ده بتملعي في الدور المصر عادي ولسه عام سبعة وعشرين سنة لو لعيب سنتين تلاتة النادي الاهلي ممكن يستثمر فيه زي حمد فتح عام سبعة وعشرين سنة ويقدر ان هو يروح يعني نادي مميز زي نادي الوقر القطر في تلاتة ونص مليون دولار فلعيب كبير ولعيب مميز جدا لو جي النادي الاهلي يبقى صفقة مميزة لعيبه الوحيد ان هو لعيب قصير او لعيب مش طويل لعيب متوسط طوله متوسط مية خمس سبعين مية ثمانية وسبعين معرر من بلعب دماغه كويس جدا ده لو جي النادي الاهلي تبقى صفقة نجحة وصفقة مميزة جدا ده يزبط لك ان النادي الاهلي ما بيقفش على حد والنادي الاهلي ما بتلويش دراعه ما ينفعش يكون منتفل مع النادي الكوري الجانبه ويرجع يقول له ايه استنى لما لقي البديل طبعا دي حاجة ما بتمشيش معه طبعا النادي الاهلي ولا قيمه ولا مبدء ولا طبعا البلان ولا استراتيجية اللي ماشي بيها كابتن بيبو ويه ادارة النادي الاهلي المحترمة المميزة جدا ده بالنسبة للمهاجم السوبر خد بقى الحاجة اللي بقالنا خمس ابتيام بنتكلم فيه وهو الجناح السوبر المميز جدا ملهم المغرب وهو لاعب الجيش الملكي رودا سليم اشمعنا رودا سليم النادي الاهلي مستموت عليه اشمعنا رودا سليم النادي الاهلي عايزه رودا سليم يا جماعة جاي له خمس عروض 4 عربية غير النادي الاهلي و وبلاوجها الوقت الفرنسي وكيل الروضاصليم هو وكيل الفرنسي ق leyب لعرض من الدوري الفرنسي نادي رين، نادي رين نادي كبير نادي مميز ونادي من الأنديط القمة في فرنسا اللعب جاي لو نادي رين جاي لو نادي الاهلي رغب GridaOP سليم دوليل gli they left هو الاحتراف و sendingا رغب د pea هو النادي الاهلي جاي لعرض مميز جدا من نادي الوحدة الاماراتي وا shavingy مسيكو بيت سمو سوماني الوحدة اللي امراتي مقدم عرض كبير جدا النادي الاهلي مقدم عرض النادي برامتز عرض النادي الزمالك عرض كمان نادي امو اسلال القاطرة اللي مسكو باتريس كاترون عرض فانت بتتكلم لعيب جاي له من خمس لستة عروض بس اللاعب بعيد بعد اوروبا طبعا هو مين? طبعا النادي الاهلي طيب النادي الاهلي لو جابريلو اسليم خذ مني حاجة من اتنين تحسن حاجة من اتنين. لا اما النادي الاهلي يخلص ويستغنى على برستاو يستغنى عن برستاو ويروح الوحدة الاماراتي جاي له عارض كبير. لا اما احمد قنضوسي يطلع على سبيل العارض النادي شاببت القبال او اي النادي في مصور. طب ليه برستاو الوحدة الامارات احنا عارفين طبعا اللي بيتسو مسماينا مسك الوحدة الاماراتي فطالبه بالاسم. تخيل معا ان برستاو مش عايز يسيب النادي الاهلي الا في حالة واحدة بس. وهي الاحتراف الخارجي في اوروبا. الاحتراف الخارجي في اوروبا. انا شايفه لعيب مميز بيرسي لعيب كبير من مفاتيح اللعب النادي الاهلي بصراحة لعيب متميز جدا وشايفه من اللعيبة الصفوة في الدوري المصر. اتمنى له التوفيق لعيب متميز جدا اتمنى له التوفيق لعيب كبير جدا بيرسي من اللعيبة المميزة جدا 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 خاصة في اخر سنة مع النادي الاهلي. طب تعالي نتكلم في حاجة مميزة جدا بعيد عن اللعب الكبير اللعب المتميز جدا وهو طبعا رضا سليم. تعال اقول لك على محمود مرعي. محمود مرعي حاليا على الردار النادي الاهلي بنسبة تسعين في المائة. طب ليه محمود مرعي? اولا محمود مرعي اللعب دولي. كان بيلعب في فودي الدجلة كان هايل. بيلعب في فيوتشر. مستوى سعبة لعب كبير جدا ومتميز جدا. لو جي النادي الاهلي طب اصفتها مميزة جدا جدا جدا. طب واحد يقول طب النادي الاهلي عنده اربع سردباكات. لا يا حبيبي النادي الاهلي يلعب السوبر ليه. هيلعب السوبر المصري. اللعب السوبر الافريقي. عنده كاس مصر. عنده الدوري المصري. عنده كاس عالم لاندية. طب تتكلم في 6 بطولات النادي الاهلي هيلعب فيها اكتر من 60 و 70 مباراة. فمحتاج له كل كعب رجل لعيب. محتاج له كل لعب في الاسقواد. اولا خالد عفتاح بيلعب ممكن سردباك مع عودة اكرم مع عودة كريم فؤاد. بس في نفس الوقت انت عارف ان النادي الاهلي عنده لعيب عنده بطولات كتيرة هيشارك فيها النادي الاهلي عنده صراحة اكتر من مباراة هيتضغط فيها وعنده النادي الاهلي 21 يوم يلعب فيهم 8 او 7 مباراة انت بتتكلم ان النادي الاهلي مطحون خاصة من 20 اكتوبر ل 14 او 15 نوفمبر في الوقت ده هيلعب اكتر من 7 او 8 مباراة في قليل من 20 يوم انت بتتكلم فرقب خزعبالي اللعيبة ازي هتقدر تكمل فعشان كده كولر كاتسي استو هي التدوير ومعندهش اساسي واحتياطي وعنده لعيبة طبعا فهم وضعه وفهم خطته وفهم ان الراجل بيقلب وبيعمل تدويره وبيعمل روتشن احنا عارفين ان النادي الاهلي خلاص استغنى عن شهاد حسين بنسبة 100% وراح نادي زد علي لطفي راح نادي زد طيب النادي الاهلي هلأ اتاقد مع لعيب مميز ولعيب كبير بالنسبة لحراس ترمارهم الا ايب عنده الشنوى وعنده مصطفى شكبير عنده حمز علامة ثلاث لعيبة جمدين جدا في حراس ترمارهم اتمنى التوفيق النادي الاهلي واتمنى التوفيق لبعض الاندية المصرية زي نادي الز في حيات بعض الاندال جمهريا المميزة جدا ده كان فيديو النهاردة لعجب الفيديو ارى تشتركوا في القناة واتفعات زرب الاساسة وكل بديد انا محمد يونس دمتم في امان الله سلام.